صحيفة The Marker الإسرائيلية تنشر تقريراً تتحدث فيه عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل واحتمال حدوث أزمة مالية على غرار أزمة 2002 والمزيج القاتل ما بين الأزمة الأمنية والسياسية وفي تفاصيل المقال يقول الكاتب المزيج القاتل ما بين الأزمة الأمنية والسياسية الفاشلة للحكومة التي لا تدفع قدماً للتعامل مع موازنة 2025 يمكن أن يؤدي إلى انهيار سندات دين الحكومة الإسرائيلية وتدهورها إلى أزمة مالية خطيرة في هذه الحالة الحكومة والمشرفون الماليون يبنون على المستثمرين والمؤسستين الذين سينقذون الوضع لكن هل هذا واقعي؟ هناك سؤال واحد ينهمك به الجميع لكن همساً ويخيم مثل غمام سوداء فوق سوق رأس المال والنظام المالي والاقتصاد الإسرائيلي برمته منذ اندلاع الانقلاب على النظام بل وأكثر من ذلك منذ اندلاع الحربي هل إسرائيل مستعد لأزمة مالية؟ هذا هو السؤال الأهم يقول الكاتب إن القلق البالغ ليس من أزمة مالية بتعرفيها الكلاسيكي بل من أزمة مالية على النمط الإسرائيلي أي فقدان ثقة المستثمرين في السهم الذي اسمه دولة إسرائيل يعني هروباً جماعياً من الشيكل ومن سندات دين الحكومة الإسرائيلية ما يحدث انهياراً ثلجياً في الأسواق هذا السيناريو الخطير الذي ربما يستحق أن نطلق عليه أزمة ديون وليس أزمة مالية ليس مبالغاً فيه وقد شهدته إسرائيل منذ وقت ليس ببعيد نسبياً في عام 2002 ثم كما اليوم جاءت الأزمة نتيجة عاصفة مثالية تضهور الوضع الأمني بسبب اندلاع الانتفاض الثانية والذي رافقه تضهور اقتصادي بسبب أزمة الدوت كوم في نسا داك عام 2000 والهجمات في المدن الإسرائيلية التي تسببت في توقف الجمهور عن الاستهلاك وتضهور الاقتصاد إلى أعمق ركود في تاريخه وما أدى إلى تفاقم الوضع هو سياسة الحكومة الفاشلة التي لم تفشل فقط في وقف التضهور في عجز الميزانية والديون بل أدت إلى تفاقم الوضع من خلال الضغط السياسي على بنك إسرائيل لخفض أسعار الفائدة الصحيفة تختتم المقال بقولها على ما يبدو كل شيء لا يزال على ما يرام ولكن على ما يبدو فقط استمرار القتال حتى عام 2025 والتضهور إلى فتح جبهة شمالية أو حتى حرب إقليمية واستمرار تسويف حكومة نيتنياهو في إقرار موازنة 2025 كل هذا يسلب النوم من عيون رؤساء المنظومة المالية إن احتمال حدوث أزمة ثقة تؤدي إلى ارتفاع العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية إلى 7% أو 9% ليس مستبعداً كلياً ونحن الآن أمام أخطر كارثة اقتصادية ممكن أن تصيب دولة إسرائيل ترجمة نانسي قنقر